قرر مدعي عام الجيزة توقيف أربعة أشخاص ممن ظهروا في مقطع فيديو يطلقون النار من أسلحتهم خلال مناسبة اجتماعية وأشار مصدر أمني إلى أن الأشخاص الأربعة سلموا أنفسهم أمس لمركز أمن بادية الجيزة بعد تحديد هوياتهم والتعميم عليهم حيث تم التحقيق معهم وإحالتهم إلى مدعي عام الجيزة الذي قرر بدوره توقيفهم مسموعا على ذمة التحقيق وما زال البحث جاريا عن آخرين متورطين في الحادثة